بلا وجود بس أستاذ أديبة ما الذي يدفع أناس في أسبانيا لم يمارس في حقهم الاضطهاد ليمارسوا ذات الاضطهاد لا أفهم يعني هل حين أنتم تقولون أنه مورست ضدنا اضطهاد ممثل بمحاكم التفتيش نعم صحيح نعم إذا لم يكن المسلمون الأوائل الذين دخلوا إلى أسبانيا مارسوا إجبارا واضطهادا للمسيحيين لماذا يمارسون لأنه كانت سياسة في ذلك الوقت كانت سياسة الكنيسة في القرون الوسطى عندما عملت محاكم التفتيش كانت بإسمي الرب يقتلون وبإسم الرب لماذا أجبر المسلمين الأندلسيين الدخول إلى التنصير لأنه عندما تنصروا أصبحوا منتمين للكنيسة ويمكن أن يحكموا بمحاكم التفتيش إذا لم ينصروا إذا ما تنصروا لا ينتمون إلى الكنيسة ومحاكم التفتيش لا تستطيع أن تعمل معهم أي شيء فلذلك أول شيء تنصروا ثم بعد ذلك أصبحوا يسمون كأنهم أقلية مع أنهم كانوا سكان معظم أراضي أسبانيا وبعد ذلك تردوا بقرار من فليب الثالث الطرد الأخير يعني قبل قرارات أخرى وبعد ذلك شوها التاريخ حتى نعتقد أنهم هم طلبوا الإعانة من السلطة العثماني يعني الحقيقة الوثائق معظم الوثائق الموجودة في أرشيفات كثيرة في أسبانيا تتحدث أن العثمانيون ساعدوا الموريسكيون أكثر بمرة حتى كانت هناك نيات في الدخول إلى أسبانيا لحرب للدفاع ومستندين بفرنسا بالدفاع على حقوق هؤلاء الشعب الذي كان ينتمي لأسبانيا رغما عن دينهم كانوا منتمين إلى شبه جزيرة إيبيريا منذ 900 سنة ولكن لذلك في ليبا الثالث أصر قرار الضرط لأنهم رأوا أنهم مكونون أساسيون لثورة داخل البلد طيب خليني بسألك استاذاديبة بس قبل أنهي هذا الفاصل الباحث الأسباني رفائيل فرنانديث لوكي نشر قبل فترة وثيقة مفصلة عن الأشخاص الذين صدرت أملاكهم من المسلمين من قبل الإقطاعيين موثقا بالأسماء أسماء الجلاديين النصارى أسماء الضحايا المسلمين المالقيين الذين أجبروا التنصر وغيرها كثير من العائلات لا تزال موجودة إلى الآن ما تعتقدين أن هذا الإجراء قد يهز لحمة المجتمع يضر بالسلم الاجتماعي خصوصا بعد أن صدر قانون حرية الأديان وأنها حقبة من محاكم التفتيش وذيولها أسبانيا مجتمعنا الآن الحالي الأسباني لا أعتقد أنه المجتمعنا الأسباني متفتح جدا الآن ولن يعطي إلى الأسبانيين معرفتهم لتاريخهم إلا الإجابة أنهم ربما يرون العالم الإسلامي أقرب منهم يعني إذا عرفوا أنهم أقرب لهم نعم إذا لأنهم سيرون أنهم منتمون إليه يعني تاريخيا معظم السكان الأسبانيين الذين لهم ألقاب متعلقة بالنباتات أو بالمدن معظمهم من جذور موريسكية وإذا ذهبت إلى بس أنت لا تميلين أن هذه التفاصيل قد تضر بالسلم الاجتماعي لا 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 ترين أنها مهمة بالعكس هي مهمة يعني لأن الأسبانيين لا بد أن نعرف تاريخنا بس أنت ألا يكون في داخلك شكل من أشكال الغضب على الذين ابتزوا أموالكم أو جلبوكم لا ليست طبعا عندي طبعا أنا أحزن لما حدث في القرونة الوسطى بس ممكن يستطيع أن يكون عندك موقف من أبنائهم كمان لا لا لأنه الآن مثلا الباب الأخير الذي توفي أخوان بابلو سيغوندو هو اعتذر على ما فعله الكنيسة في ذلك الوقت يعني محاكم التفتيش هذا معروف يعني في العالم أنهم قاموا بوحشيات يعني لا لا تصل إلى لا نتخيلها لأنه لا توجد هناك الريكورد يعني بالتلفزيون وهكذا ولم نعيشها نعم ولم نعيشها ولكن أنا كلما أفتح وثيقة وأرى قليلا عم ماذا يعني يقولون الذين عاشوها يعني يعني ممكن يعني تتصورونها والكنيسة اعتذرت لذلك ما يؤكد أن هذا قد حدث والأسبانيون يعرفون أن تاريخنا مليء بالدم يعني أسبانيا يعني عبرت حرب أهلية منذ قليل يعني ليس شيء يعني منذ ستين سنة فقط أين هو التاريخ اللي بدون دماء على كل حال فلذلك يعني لا يوجد هناك غادر سنواصل حديثنا عن أسرتك بالذات بعد فاصل قصير فاصل قصير نعود بعده لمواصلة حوارنا في إضاءات مع الباحثة الأسبانية أديبة روميو فوقه معنا أديبة روميرو أستاذة التاريخ الأندلسي ورئيسة قسم البحث وعلم مخطوطات في كلية الدراسات الأندلسية بغرناطة وأحد أفراد دارة مشروع جمعية المكنز الإسلامي للحفاظ على مخطوطات دار الكتب المصرية أستاذة أديبة لننتقل إلى الحديث عن جانب آخر وهو أنت مثلا تعتزين بأسبانيتك بوصفك أسبانية وتعتزين أيضا بإسلامك ألا ترين باعتبار أنك جذورك تعود إلى المسلمين الأندلسيين ألا تشعيم بأي شكل مشكال التنافر بين هاتين الصفتين يعني مررت بمراحل في حياتي وجدت هناك صعوبة أقصد بالنظر إلى إرث من القهر مثلا من من التنكيل اللي مر بعائلتك يعني بعض المرات أغضب عندما مثلا أرى الوثائق الأندلسية وتاريخنا منبثر في العالم ولا يوجد هناك اهتمام كبير يعني له طبعا أحزن وبعض المرات هذا الحزن يتحول إلى قوة عمل وأيضا أحزن عندما أرى الناس مرون أمام قصر الحمراء ويتحدثون أشياء تافيها عنه يعني ليست لها علاقة بالحقيقة مثل ماذا؟ أو أرى مثلا دليل السياحي فيه أنا جلست مدة ثلاثة سنين كل خميس جمعة كنت تطوع أطلع إلى قصر الحمراء وأجلس هناك حتى أدله مجانا للأشخاص الذين يتحدثون لغة عربية أو لمجموعات الأطفال أو حتى أريهم قصر الحمراء بالحقيقة يعني هذه غرفة ابن الخطيب وماذا قال فيها وكيف كان النساء يتعلمون الدين أو العلم ما هي الأشياء التي تستمعين عنها عن قصر الحمراء وتحزنك؟ الشعر الموجود في الجدران الشعر نعم تحزنك نعم خاصة بعض بعض الأشياء مثل ماذا؟ عزل لمولانا السلطان كذا محمد أبي عبد الله وفكر أين ذلك العز يعني أين ذهب وهناك شيء يفرحني كثيرا وهو ولا غالب إلا الله يعني عندما أقرأ ولا غالب إلا الله أقول سبحان الله يعني قدر الله كبير وهذا هو القدر يعني الأندلس الآن مثال لأشياء كثيرة والآن يعني تعتبر من أحد أجمل المعالم في العالم يزورها الكثير ودائما يسألون ماذا ما معنى هذه الكلمة واشترون التيشرت مكتوبة ولا غالب إلا الله وهذه الصحيح يعني هذه الحقيقة يعني مهما سميناها الله أو قد صحيح لكن سؤالي ما هي الأشياء التي ترين أنها تتردد عن قصر الحمراء وهي ليست بحقيقية وتؤمن كثيرة الدليل السياحي الرسمي في قصر الحمراء يعني يبين قصر الحمراء كأنه قصر ألف ليلة وليلة لأنها تبنى على أساس قصص واشنطن آيربينغ الكاتب الرومانسي الذي كتب في 1900 لا أذكر التاريخ بالذبط أو 1800 في أواخر القرن 19 هل حاولت بحكم تخصصك الأكاديمي أنك تتواصل مثلا تغيري شيئا نعم بدأت هكذا وانتهيت بأنني أوري قصر الحمراء لأي مجموعة دراسية وجامعية متخصصة فأخذ مجموعات وأوريهم قصر الحمراء وكتبت مقالات كثيرة يعني اتحدث فيها عن قصر الحمراء وعن حقيقة الغرف وماذا كان يعمل فيها وأيضا نحن كتبنا أكثر من مرة في الجرائد لماذا لا يوجد اسم ابن الخطيف في جدران الحمراء وابن زمروك كما يوجد اسم واشنطن عيرفينغ يعني في كل القصر فقط هناك اسم لشخص واحد وهو لا ينتمي للـ 800 سنة من تاريخ الأندلس وليس له انتماء يعني من المسؤول عن هذا هذا الواقع الحكومة الأسبانية هي المسؤولة عن القصر